ممكن تقولوا دلوقتي في ذكرى رحيله أو بمناسبة يعني ذكرى رحيله اللي كانت بالأمس اللي ممكن يبقى الناس أو محبي أو قراء نجيب محفوظ ما يعرفهوش حاجة سمى في شخصيته وحاجة في حياته الفترات الصعبة اللي عدى بيها طبعاً الهجوم اللي حصل عليه أو أعتقد متعرض لمحاولة اغتيال اه طعاً اه اه اغتيال طبعاً كانت محاولة اغتيال اه الظروف النفسية اللي مر بيها في الوقت ده اي حاجة حردك تحب تقولها تحس انه الناس ما كانتش ممكن تبقى عرفاها عن نجيب محفوظ انا عايزة اقول حاجة مهمة وانا بحسها في اقرب الاقربين مش بحسها مدركة انه اه علينا ان نقرأ نجيب محفوظ قبلها ان نتكلم عن نجيب محفوظ لان اه لان فعلاً مش احنا يعني عدد قطاع كبير من الناس بياخدوا كل شيء بالسمع ويعني يشوف فيلم مثلاً بداية ونهاية لكن ما اقراش الرواية يشوف يعني انا بدعو الناس انها تقرأ استاذنا نجيب محفوظ لانه اي سمع او اي كلام غير كده يبقى مصحيح هذا الرجل الذي حاول الارهاب ان يغتاله والشخص الذي حاول اغتياله لما يقرأ اصلاً ولا تحارتنا صحيح كده كويس صحيح طب نقرأ ولا تحارتنا ونقرأ بداية ونهاية وعايز اقول ان نجيب محفوظ كان شجاعاً تجاوز المحنة دي بسرعة يا فندم؟ تجاوز المحنة دي؟ لأ انا بقول كان شجاعاً لانه هناك من يتهم بغير ذلك نجيب محفوظ كان شجاعاً ونرجع نقرأ نشوف موقفه في صرصر في قنيل ونشوف موقفه في داوة انهاية ونشوف موقفه في ميرامار نشوف موقفه في ولاد حارتنا نشوف كل دي اعمال رجل شجاع في الحقيقة ومعلم رحمة الله عليه طبعاً رحمة الله على نجيب محفوظ